محافظة الإسماعيلية الأسبوع اللي فات قال أنا هقفل الأهاوي الساعة واحدة بالليل صيفاً 12 ليلاً في الشتاء علشان دي أحد الأسباب اللي بينفق فيها الرجال أموالهم وبيقضوا وقت كتير الأزواج يعني فده أحد أسباب ارتفاع نسب الطلاق في المحافظة النهاردة محافظة الإسماعيلية عمل حاجة قويسة طلب تقرير من المأزونين يعني يقول لهم أنت شايفين أسباب الطلاق المشاكل عجبني اهتمام المحافظ بهذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة محافظ شاف إن فيه ارتفاع في نسب الطلاق في محافظته بيكتهد بيشوف طلب من المأزونين طلب بيقول لهم لو سمنا حفظة لما يجيوا لكم اتنين عايزين يتطلقوا مش هوب بفتح الدفتر يعني يقول لهم كلمتين قل لهم طب الورق مش موجود طب تعالوا لي بكرة يعني ادي فرصة يااخ طبعا المأزونين هيبقى عندهم مشكلة إن هو بيدور على هو فتح المكتب ليه عشان يصالح الناس يعني يجوز يطلق مش مكتب علاقات أسرية فعا تضيع منه الفلوس يعني لكن أنا رأيي إن طالما محافظة الإسماعيلية اللي هو حمد عثمان مهتم بهذه الظاهرة في محافظته وعايز يوجد لها حلول طيب ما يعمل يعني لقاءات موسعة جوه مبنى المحافظة يلتقي بأسازة علوم اجتماع يجيب ناس سبق ليهم تجارب فيه الطلاق إنتوا ليه طلقتوا إيه المشكلة لو فيه ظروف اقتصادية لو فيه أي حاجة من ده بحيث يحدد نقاط محددة عشان يتحرك بشكل علمي منهاجي وبعد كده يبدأ ياخد الخطوات لكن من المؤكد أن تراجع معدلات الطلاق في الإسماعيلية لن يتحقق بأن احنا نتحايل على المأزونين أو نقفل الهاوي بدري أعتقد المشكلة أعمق من هذا بكثير لكنه جهد مشكور للمحافظ نتمنى أن يتوجه به إلى عمل علمي ومنهاجي